اشتركوا في القناة على استقالة الحكومة الاردنية التي يترأسها الدكتور هاني الملقي واعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة الملقي تشكيل حكومته الاولى في 25 مايو الماضي خلفا للدكتور عبدالله الانسور بانتقالنا لخبرنا الثاني لليوم والدورة العادية لمجلس الامة ستعقد في منتصف الشهر المقبل قالت مفوض الاتحاد الاوروبي للتشغيل والشؤون الاجتماعية والعمل والمهارات ماريان تيسان ان الاردن اظهر كرما في استضافة اللاجئين السوريين واستطاع رغم الصعوبات الاقتصادية تقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين مهربة عن سعادتها بتقديم الاتحاد الاوروبي الدعم اللازم لعدد من المشروعات خاصة التعليمية منها وعشارت تيسان في مؤتمر صحفي عقدته في كلية القدس لمينوس عقب زيارة قامت بها الى مخيم الزعتري اليوم امس الاحد شاهدت بنفسي كيف تعمل الاسر السورية في المنفى على مواجهة تحديات الحياة وهذا قد اثار اعجابي بشكل عميق ولكن الاهم من ذلك هو انني رأيت جيل من الشباب يقف امام التحديات ويعد نفسه للمستقبل من خلال البرامج التي تركز على تعزيز مهارتهم مبروك لالاردن ومبروك لالاردنية صفاء الجيوسي التي فازت بجائزة افضل خبيرة طاقة عالميا لفئة الشباب عن عام 2016 وتم تقديم الجائزة على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي عقد في واشنطن عاصمة الولايات الامريكية مؤخرا وبحسب اللجنة فانه تم اختيار الجيوسي لدعمها مجال الطاقة والعمل المتواصل في هذا المجال ولجهودها فيما يتعلق بسياسات التغير المناخي وحملات كسب التأييد في مؤتمر الاطراف في باريس التي اسهمت بشكل اساسي على توافق بعض الدول حول اتفاقية باريس ولتدريبها الكثير من الناشطين بخصوص التغيير المناخي والطاقة البديلة وانشائها العديد من الحملات والمبادرات في هذا المجال يعني كمان من الاخبار الغريبة اللي معانا موجودة لليوم تداولوها عبر مواقع السوشال ميديا شهدت مزرعة بولاية كينتاكي الامريكية ولادة عجل بوجهين وقال صاحب المزرعة انه اعتقد في البداية ان بقرته قد انجبت عجلين ولكن سرعانا ما اكتشف ان الامر ليس كذلك ولكل وجه انف وثم وهناك اربعة عيون لكن اثنتين منهما في الوسط معطلتان ويقول الاطباء ان معظم العجول التي تولد بطفرة جينية فانها في الغالب تولد ميتة ولكن الغريب مع هذا العجل انه بصحة جيدة ويأكل وقد اطلق على العجل اسم لاكي اي المحظوظ وهو الاسم الذي اختارته ابنة صاحب المزرعة وعمرها ست سنوات بعد ان رأت ان العجل على قيد الحياة افادت القناة الاخبارية الامريكية سي ان بي سي امس الاقتصادية ان صفقة على وجه التوقيع لبيع شبكة تويتر للتواصل لافتة الى ان جوجل ومجموعة سيلفورس دوت كوم للمعلوماتية بين الشارين المحتملين كما تتنافس مجموعات تكنولوجيا اخرى على شراء تويتر واحرزت المفاوضات بين تويتر وهذه الشركات تقدما قد يثمر صفقة تعلن قبل نهاية العام بحسب المصدر وتبحث تويتر منذ اسابيع مختلف الخيارات لانتعاش نموها الجامد ومنها بيعها اضافة الى تسريح موظفين وبيع اصول على غرار شركة الاعلانات موباب وحتى تطبيق تسجيلات الفيديو القصيرة فاين وايضا من الاخبار الغريبة معانا لليوم نشرت صحيفة ديلي البريطانية ان شابا صينيا وهو الابن الاكبر والوحيد لاثرى رجل في الصين وانج جان لين التي تقدر ثروته بـ 23 مليار جنيه سترليني اشترى ثمانية هواتف محمولة من نوع آيفون سيفن لكلبته المدللة كوكو وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية تظهر الكلبة المحظوظة وهي تجلس بجوار ثمانية علب بداخل كل واحدة منها هاتف محمول يبلغ سعره 800 جنيه سترليني وعلق الشاب الصيني البالغ من العمر 28 عام على الصور سبب شراء الهواتف الذكية لكلبته ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا لا افهم سبب تفاخر الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بانواع هواتفها ولا يوجد شيء يدعو للتباهي لهذا اضطررت لفعل ذلك ويعني من اليوم أو في عام الـ 2017 أصبحنا لسنا بحاجة إلى مترجمين حيث طورت الشركة الكندية ويفرلي لعب السماعات ذكية للأذن تترجم فوريا عدد من اللغات الأجنبية وذلك التطور النوعي يهرف باسم التكنولوجيا التي يمكن ارتداؤها وير أبل تكنولوجي لتتوفر بالأسواق بحلول مايو 2017 ويعمل الجهاز لاسلكيا بتطبيق ذكي طورته الشركة سيكون متاحا على نظامي iOS التي تستخدمه أجهزة أبل وأندرويد التي تستخدمه أجهزة السامسونج ويعتمد على تحميل اللغة المراد الترجمة إليها أو منها عبر التطبيق الخاص بالسماعات حسب موقع سكاي نيوز عربية ويترجم الجهاز من وإلى خمس لغات في المرحلة الأولى وهم الإنجليزية الإسبانية والإيطالية والفرنسية والبرتغالية كما أن الشركة ستضيف لغات أخرى إلى الجهاز في مرحلة لاحقة من تطوير الجهاز خلال عام 2017 وأتشمل هذه اللغات العربية والروسية والعبرية بالإضافة على لغات آسيوية وأفريقية وفي آخر خبر معنا لليوم خبرنا الفني اقتربت أغنية حالة حب للمطربة اللبنانية أليسا من حاجز 60 مليون مشاهدة على قناة اليوتيوب لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع يوتيوب وهذه المشاهدات تعتبر من أكبر المشاهدات التي تسجل للأغاني على موقع اليوتيوب هيك بتكون أبرز أخبارنا لليوم بمواقع السوشال ميديا حبينا أنه نرصد لكم إياها إن شاء الله يا رب أتمنى لكم صباح طيب جميل مليء بالسعادة والهناء وعودة لزميلتي السمر واستكمال فقرات يوم جديد وصباحك ورد سمر